إلى فقرة تراند مشاهدين حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر رحيل الروائي العالمي الشهير ميلان كونديرا تاري كان خفة لا تحتمل بين محبيه وقرائه وبين الكثير من الكتاب في شتى أسعاق أسقاع العالم رحل الروائي الفرنسي من أصلا تشيكي قبل أن يحتفل بعيد ميلاده الخامس والتسعين في باريس التي لجأ إليها عام 1975 بعد تعرضه للاضطهاد بسبب انتقاده للغزو السوفيتي لما يعرف أنذاك بجمهورية تشيكوزلوفاكيا من أبرز أعمال كونديرا روايته الأولى المصحى حيث انتقد فيها الحزب الشيوعي إلى جانب رواية كائن لا تحتمل خفته التي تناولت الإصلاحة الديمقراطية لما سمي حينها بربيع براغ عام 1968 من بلده الأصلي نعه رئيس وزراء تشيك على حسابه في تويتر قائلا أن ميلان كونديرا كتب لأجيالا كاملة من القراء في جميع القرات وحقق شهرة عالمية ورغم أنه اصطر لمغادرة بلاده لأسباب سياسية فقد ترك أعمالا رواية استثنائية ومقالات نثرية مهمة المعجبون بأدب كونديرا تفاعلوا مع هذا الخربر وصلتوا الضوء على أبرز أعماله الروائية عماد هنا كتب قائلا رغم أن كونديرا كتب عن الكائن الذي لا تحتمل خفته إلا أنه كان كاتبا خفيف الحضور في رواياته ثقيلة تأثير في أفكاره مقلقا للاستبداد في وطنه الأم الذي صحبت الجنسية منها من جهتها كتبت رولا أن أجمل ما في كونديرا أنه من فصيلة الكتاب الهاربين من الضوء كمن أو الكتاب كمن يهرب من الملاريا أما محمد فقال تمر على المرأة أعمال أدبية كثيرة يعجب بها ويتفاعل معها لكن هناك أعمال تترك في نفسك أثرا لا يزول وتمنحك منظارا مختلفا للحياة وسم ميلان كونديرا حققت تفاعلا وصل إلى أكثر من 158 ألف التعليقات على الوسمة فاقت 50 ألف تعليق أما المشاركات فقد وصلت إلى أكثر من مليون مشاركة ضروة التفاعل مشاهدين مع الوسمة سجلت يوم الثلاثة من خلال 141 ألفا بين مشاركة وتعليق